نشوف أو معايا دلوقتي على التليفون أو على السكايب الأستاذ علي الأحمد المعارض السعودي ومدير المعهد الخليجي في واشنطن أستاذ علي مساء الخير يا فندم مساء أنه الأستاذ محمد واتشرفت أني أخيرا اتكلمت معك بصورة مباشرة وأكون على برنامج كأنا متابع وشاكر لك لاستضافة أنا شاكر جدا ليك وليه أخيرا يا أستاذ علي إحنا تحت عمرك في أي وقت يعني أنت تشرفنا أو بنشرف برنامج بلقاء قد الفكري زي حضرتك أستاذ محمد يجب أن تعلم بأنه أنا عندي مشاعر خاصة تجاه الشعب المصري لأن الناس اللي علموني أخطة الحرف وأقرأ وأكتب وأتعلم اللغة الإنجليزية والتاريخ كلهم مصريون فاللي علمني التاريخ أستاذ أحمد واللي علمني الإنجليزي أستاذ صالح الله يرحمه حياة وميتين والكتابة والقراءة كلهم مصريون فهذه الشيء موجود فيه ربما فيه جينات للحقيقة يعني هذه المشاعر ولن تتغير إن شاء الله فبنات كثير من الحب والود ربنا نخليك يا أستاذ علي أستاذ علي خلينا أسألك سؤال يعني قبل ما نتكلم على تداعيات قضية خشغي وهنخش نتكلم على تحديد محمد بن سلمان بس خلينا أسألك سؤال يعني أنا كنت مبارح في جلسة مع مجموعة من قارة العمل الإسلامي الحقيقة على أعلى مستوى من الفكر وترح السؤال وهو سؤال مهم يعني لماذا لم تحتضن تركيا معارضين سعودين يعني حدودك في واشنطن هناك سعوديين معارضين في لندن هناك معارضين سعودين في كندا مثلا يعني لكن لماذا لم تحتضن تركيا معارضين سعوديين أعتقد أن هناك يوجد العديد من المعارضين ولكن ربما الظروف السياسية تمنعهم من الظهور والبروز إعلاميا وربما هذا طالب من الدولة التركية من الأشياء التي أحد الأخوة قبل الحديث معك تحدثت معه حاله هذا الموضوع تحديدا وقال أنه تركيا في السابق تغافلت أو تساهلت معه النظام السعودي الذي عندما قضت على الدولة السعودية الأولى وسمحت لأهل السعود بالعودة فماذا عملوا؟ فكانوا لده وطعنوا الدولة العثمانية والخلافة العثمانية في الظاهر بتعاونهم مع الإنجليز ومحاربتهم للخلافة العثمانية بل وتكفيرهم الفئة الوحيدة من المسلمين التي قامت بالتكفير الدولة العثمانية هم السعوديين وحلفاهم الوهابيين فأتصور هنا الأتراك ربما قليلا يكررون التاريخ للأسف أنهم يكونوا ناعمين مع الحكومة السعودية لا مشكلة بأن يكون هناك معارضون سعوديين في تركيا هذه بلد إسلامي ومهم له مساهمة رئيسية في التاريخ المسلمين فأتصور أنه أتمنى على الحكومة تركيا وعلى الرئيس أرددان أن يسمح للأخوة في تركيا بالتعبير عن أرائهم على قنواتكم والقنوات الأخرى طيب أستاذ علي نعود إلى قضية محمد بن سلمان يعني خلينا نأتي لحضرتك معرفة حضرتك متابع من إمتى لكن إحنا استعرضنا مجموعة أراء بتحدد مستقبل محمد بن سلمان فهناك رأي الأستاذ فاهمي هودي والأستاذ ميشيل لو أنه خلاص الحبل بدأ يلتفح على رقم محمد بن سلمان وهو في طريقي للإطاح خلاص أنه ماشي لكن هناك أراء زي رأي الأستاذ زي يزيد صايغ والأستاذ سليم عزوز بأنه لا هذا الشخص صعب جدا التخلي أن يتخلى عن منصبه أو المكانة دي وأنه ممكن يولع في الأرض السعودية كلها في مقابل أن يقعد على العرش إلى أي الأراء تميل حضرتك قبل أن أجب على السؤال أقول لك أنه أنا أول من كتبت عن محمد بن سلمان قبل سنتين عملت عنه بروفايل قبل أن يصبح ولينا الأحد وقبل ذلك أشرت في حوار ونقاش مع باحثين بأن هذا الشخص يكون له دور كبير في المستقبل وربما يكون ولي الأحد أو الملك القادم بسبب شخصيته الاندفاعية وسلطته التي بالفعل حقق بها أشياء لم يكن أحد يعني أحلم بأعزل أعمامه وابن عمه القوي محمد بن نايف فأتصور هو الآن من ناحية السياسية هو أقوى زعيم سعودي حتى أقوى من جده عبد العزيز الذي كان هنا في توازنات مع أخوانه وما شابه محمد بن سلمان هو السلطة الوحيدة التي تمسك بكل شيء بكل الأجهزة العسكرية والأمنية وبالجهاز الاقتصادي وبالديوان الملكي فمن الصعب حصول منافسة حقيقية من قبل حتى لو كانت هناك مجموعة من آل سعود داخليا هو قمع المواطنين على بكل مستوياتهم وبكل توجهاتهم والجهاز الأمني لا زال مواليا له بشكل كبير كما رأيتم في قضية قتل وعدام جمال خاشقشي فأتصور في الوقت الحاضر أقول بأنه لا زال مسيطرا ومن صعب إزاحته ونقول هذا الكلام لأننا لا نريد أن نخدع أنفسنا ليس دعما لشخص أو معارضة له ولكن لنقول الحقيقة في المدى القصير هو صعب إزاحته وحتى الأمريكيين يعرفون ذلك ولكن في المراحل القادمة هناك ضغوط كبيرة لأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية السعودية وحتى البريطانية السعودية والتي هي الأم الحنون للنظام السعودي يحصل نقد على العائلة المالكة أو طرف العائلة المالكة فهذا يحدث ضعف طبعا عند العائلة الحاكمة وربما بعضهم يهرب من البلاد ويتبرأ من النظام ويحصل هناك نوع من القبول على الأقل لم يكن الدعم الخارجي لإطاحها حتى بالنظام الملكي ككل لأنه أعتقد رغبة لو استطلنا اليوم عندنا ستكون هذه الرغبة في بعاد هذا النظام الملكي لأنه من الصعب الحفاظ على نظام ملكي في مثل هذه الظروف في عائلة بهذا الحجم طيب أستاذ علي سؤالي هل أنت راصد جيد للواقع السعودي الشارع السعودي الآن يعني بعد مرور هذا الوقت على هذه الجريمة البشعة وكل مدى بتتكشف أجزاء من الجريمة أو وقائع يعني تشيب لها الولدان هل الشارع السعودي لازال يمشي في ركاب محمد بن سلمان وأنا أقصد بالشارع هنا الشباب اللي كانوا متحمسين لمحمد بن سلمان عقب أول طل لي وعادة السينما وقيادة المرأة السيارة إلى أخ هل الشارع السعودي الآن هو نفسه أم حدث تغير أنا أتصور أنه كان ولا زال بسبب التعمية الإعلامية أنه الناس لا تعرف كثير عن ما يحصل داخل بلادنا وعن مشاعر الناس عندنا أنا أؤكد لك بأن كثير من الناس لدينا أو غالبية الشعب لا تريد محمد بن سلمان ولا غير محمد بن سلمان ولكن بسبب وجود الطوق الإعلامي الشديد لا يستطيع الإنسان معرفة مشاعر الناس لأنهم يخافون أن يكتب تغريدة ويذهب إلى السجن 15 سنة كما يحدث يوميا حتى أنت شاهدت شخص سلمان لاودة لم يصرح بشيء وذهب إلى السجن لأنه صمر فتتكلم عن نظام قمعي الآن نعيش أسوأ حالات القمع منذ انشاء المملكة العربية السعودية وربما عليكم في مصر شيء مشابه فنحن نعيش فترة قمع شديدة والخوف منتشر ولكن المشاعر في قلوب الناس حتى قبل الأيام كان هناك في طرف وصديق مشترك مع أحد مساعدين محمد بن سلمان وكان مستاء جدا مما يحصل وكان يريد أن يخرج من البدء وعلى الفكرة دام جمال خاشفش بهذه الصورة البشعة والجاهلية هو كان رسالة لمن هم في القصر لأن جمال خاشفش خدم في الحكومة من فترة طويلة وعندما خرج وانتقد أرادوا إرسال رسالة ليس للمعارضين وليس للشعب وإنما لمن يحرص القصر ولمن يعمل في القصر بأنه أي واحد يتجرأ أو يحلم بأن يكون أو يقلل جمال خاشفش سنقطعه إربا إربا ولهذا السبب اختاره طريقة بشعة وشبهة ألنية في قتل هذا الرجل طيب أستاذ أحمد أنا قدامي أستاذ علي أنا قدامي مقال دلوقتي للدكتور ياسين أقطاي أنت بتقول أن الرسالة كانت لمن هم في القصر يعني الغرض من جريمة جمال خاشقجي هي رسالة لمن هم في القصر أو المعارضين السعوديين يعني أنه شوف ضحينا بجماله ها فيش حد كبير علينا عندنا لكن فيه رسالة أو فيه يعني تخمين من الدكتور ياسين أقطاي في مقال ليه في جريدة يعني شافق بالعربي هو بيقول أنه وجود واحد زي مصطفى مدني وارتدى كان كل دوره في الجريمة أنه يرتدي زي ملابس خاشقجي ويمشي ويروح السلطان أحمد ويصور أنه هو يعني جمال خاشقجي موجود فهو بيقول بالنص كده إلى أن يتعرض المقال قدام حادثك أيوة هو بيقول بالنص كده المقال قدامنا على الشاشة دلوقتي للدكتور ياسين أقطاي بيقول بالزبط كده لا بعد ما نكمل فوق هذا التطور استعانى مش عارب بإيه بلدي له مصطفى مدني يعني كان بيقول أني يا بص لقد كان الدور يوحيد اللعب مدني ضمن فريق الاغتيال المقام من خمستاشر وأنه يرتدي ملابس خاشقجي ويخرج في وقت محدد أمام عرسة الكاميرا المرأبة إلى منطق سلطان أحمد إلى آخره هو بيقول ولا ليكون لديكم شك فالدور الذي كان سيقع على عاتق السعودية في سناريو كهذا في عقبة مواطنيها المثقفين المشهورين العالمين ومحاسبة تركيا على اختفاؤهم ما كان سيكون هناك أي أصل للجسة لكن كان يمكن أن تتوقعوا الرسالة التي كانت ستوصلها وقعت اختفاء مواطن سعودي بحجم خاشقجي واحتمالية أن يكون قد اختطف ولم يعرف عقبته إلى المثقفين والمستثمرين من مختلف الدول الإسلامية بل حتى المواطنين عاديين أن تركيا بلد مش آمن هو دي اللي عايز يقولي يعني يعني أهو ويمكنكم أن تكونوا متأكدين من أنهم عدوا منذ وقت بعيد الرسائل المتعلقة بتركيا بصفتها دولة آمنة من أجل توزيعها بين جحاف المرتزقة الذين يعملون تحت إماراتهم في مقابل رواتب شارية إذن هل دي فعلا حددك بتقول لي الرسالة كانت من قاتل جمال خاشقلي هي توصيل رسالة إلى الداخل السعودي أو البيت السعودي لكن ياسين أقطاي بيقول أنك من ضمن الرسائل رسالة إلى المستثمرين الإسلاميين والمثقفين الإسلاميين أنه البلد دي غير أمنة إلى أي مدى تتفق مع الدكتور ياسين أقطاي أو السيد علي؟ أنا أقول أن الحكومة السعودية هذه عقيدتها كما قلت لك سابقا عقيدة أنه تركيا كدولة إسلامية ناجحة تشكل قلق طبيعي للنظام السعودي عندما مثلا نشوف لك قطر حتى الإمارات سابقا عندما تنجح دولة قريبة على السعودية السعوديين يتضايقوا الحكومة السعودية تتضايق أنه في بلد ناجح فعندهم حالة من الحسد والقار عندما يردونها ناجحة فحاربوا قطر حتى الإمارات حاربوها سابقا وتركيا عندما تكون دولة ناجحة اقتصاد ونظام يعني تزبي إسلامه وأيضا هو نظام مفتوح فيه حريات شخصية على الأقل وناجح اقتصاديا عندما يروا هذا النظام وبغض النظر عن توجه الديني لهذا النظام عندما رأوا يا أخي أنا كتبت هذا المقال قبل أن يحصل انقلاب في مصر عندما رأوا الرئيس محمد المرسي فرج الله عنه ابن فلاح ينتخبه غالبية المصريون وهو رجل يصلي ويشكل رمز لكثير من الشباب عندنا في بلدنا صار قلق أنه هذا رمز أيقونة لكي لا يقلد الناس عندنا يقول أنا أريد أصبح كمثل مرسي ينتخون الناس وأصبح رئيس دولتي في تركيا أيضا المثل أو النموذج لا يريدون هذا النموذج أن يكون ناجح اقتصادياً وناجح سياسياً لكي لا يفكر الشاب ابن الرياض وابن القصيم وابن النجران والمدينة يقول أنا أريد أيضا أصبح مثل رجب طيب أردوغان لماذا لا أكون أنا رجب طيب أردوغان فحرب على تركيا وعلى كل الدول الإسلامية التي تريد أن تنجح هذا شيء عقيدة سعودية مستمرة منذ تأسيس هذه الدولة ولهذا السبب الجرائم المستمرة كما قلت لأخوانك في البرنامج هناك تاريخ حافل بالجرائم التي ارتكبوها آل سعود تجاه المسلمين والعرب وتاريخ الإسلام وحتى هم الوحيدين اللي سرقوا غرفة أو حجر النبوية أيها قصة الغرفة النبوية في عام 1804 قام المدعو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يعني الدولة السعودية هو محمد وهذا مهم جدا لأنه مرتبط بتاريخ تركيا وتاريخ مصر نحن نعرف أن محمد علي باشا أرسل ابنه إبراهيم باشا للهجوم على الدرعية الناس كثير من الناس لا يعرفون السبب لأنه آل سعود كان يقتلون الحجاج ويسرقون الحجاج وفي عام 1804 هجم عبد العزيز وسعود بن عبد العزيز كان حيا ابنه أبوه عبد العزيز سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود دولة السعودية الأولى هجم على المدينة ومكة وسارق سارق يعني شوف في مسلم يسرق ويعتدي على قبر النبي ويسرق ومن الأشياء اللي سرقها موجودة عندك في اسطنبول لا لحظة لحظة يا سعود علي يعني سنة 1904 1800 1804 1804 سعود بن عبد العزيز صح كده؟ سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود محمد بن سعود هو أول حاكم سعودي حفيده هو سعود وكان في عهد حكم أبيه ذهب إلى المدينة ومكة يعني لحظة بس يا سعود علي ده في 2004 ده ده قبل تولي محمد علي ده كان خرشة باشا بيحكم مصر لأن محمد علي تولى 1805 يعني في الوقت ده عندكم في السعودية سعود ده دخل سرق حجرة النبي نعم أنا جايني كان في الكلام ف1804 حصلت السرقة وحصلت الاعتداء على الكعبة ليه 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 بس بالرحل يا عزيزي لأنه لا أقول لك ليش أنت لو لاحظت من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث الحكومة السعودية مشاعرها تجاه النبي محمد ترى مشاعر غير جيدة لهذا السبب لا 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 بس خليك معي علي خليك معي أنا الله يخليك يعني طوعني ويمشي على ديقاء تفضل الأول قولي الأول قولي كان تحت إدارة مين المشاعر المقدسة دي القبر النبي عليه الصلاة والسلام تحت الأشراف الأشراف تحت إدارة الأطراف الأطراف نعم يعني الشريف اللي بيدير الكعبة والمدينة كان بيتبع أو منصب من قبل الأطراف نعم كويس قوي في الوقت ده بقى الجماعة دول السعود كانوا بيعملوا إيه بيشتغلوا إيه كانوا في لما أسس محمد بن سعود الدول السعودية فكانوا يهجموا يعملوا غزوات عملوا على العراق غزوة مثلا عندما هجموا على كربلة وبعدين هجموا على مكة والمدينة لأنه كانوا يهجموا على الحجاج اللي يجوا من الهند ويجوا من إيران حرامية يعني؟ حرامية كانوا لصوص لصوص أنت أقرأ التاريخ وهذا الكلام لا أنت سعود دول كانوا حرامية يا رجل بس اسمعني بس قطع طرق قطع طرق لا والله العظيم والله أنا أقول لك يا أخي أنا أبغاك تأخذ من وقتك فيه كتاب اكتب اسمه أستاذ محمد عشان تعرف أنه هذا اسمه اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر النجدي وهو مؤرخ محمد بن عبد الوهاب وهو كان معاصر وشوف الجرائم اللي ترتكبوا لا يعني ابن بشر اسمه إيه المؤلف؟ اسمه إيه المؤلف؟ ابن بشر النجدي ابن بشر النجدي ده؟ وكتاب فيه أيضا قسم ثاني لشخص يسمه ابن غنام وهو كتاب يعني مكتابا مدموجين في تاريخ نعم يا حق علي يعني ابن بشر ده كان موالي لأل سعود وهابي نعم لا موالي لأل سعود نعم ما كانش مدق منهم ولا كرههم أبدا أبدا هم مؤرخ دولتهم ويقول وقتل وغزل مسلمون الرياض شوف وغزل مسلمون الرياض وقتلوا 11 من المشركين تصور آه بس في الكتاب ده عنوان المجد في تاريخ المجد في كل التفاصيل بيقول فيه إنهم سرقوا الكعبة أو المشهة أو الم لا يقول وغزع منه اللي فيه كتب أنا أرسلك روابطها كتبوها مسلمين وأيضا أوروبيين لاحقا يذكروا هذا الموضوع بالتفصيل حيل في أنت موجود في إسطنبول أبغاك تروح إلى طوب قباي روحت روحت وفي هناك جوهرة اسمها الكوكب الدري اكتبها الكوكب الدري وتشوف إن هذا الكوكب الدري إن هذا سعود بن عبد العزيز دخل على ونهب الحجر النبوية وسرق المجوهرات والهدايا واللي أنقذوه هي طبعا أنت تقول محمد علي باشا السرقة حصلت قبل ما يصر محمد علي باشا لما صار محمد علي باشا وتكاثرت الجرائم فالدولة العالية طلبت من محمد علي باشا أن يقضي على الدولة السعودية بيسبب الجرائم المتكررة هنا بقى أنت الوسيخة اللي أنت عرضها دي بتقول لها هي هات الوسيخة من أقولها علي الوسيخة بتقول ما أخذه سعود باعتراف القلعي أو القلعي وجدنا في اسطنبول سك التحقيق الذي أجرته لجنة قضائية مع حسن القلعي الذي أمسك به محمد علي وأرسله إلى السلطان فإذا فيه أن ما أخذه سعود من نفائس الحجرة هو حجر نبوية سيف مزين بالماس تاج مرصع بالماس والعقيق قلادة نسوية مزينة بالياقوت والماس حمالات سيوف مرصعة بالماس والياقوت مسبحة من حبات العقيق بحجم البندقة زنار مزين بالزمرد مئة حبة من اليقوت بحجم اللوزة مئة حبة من العقيق بحجم حبة الحمص حبات من المرجان بحجم حبة البندق عددها غير معلوم 14 حلقة مزينة بالعقيق شمع دان زهب حبة زمرد بحجم البيضة أنت جبت الوسيخة دي من ايه هذه الوسيخة هذه كتاب موجود عندك وأنا أرسلك الكتب كلها العربية والإنجليزية عشان لا تقول أنا من عندي ويذكر ويذكر من قطب الدين ده من قطب الدين ده يا حق عالي التي أغبار عن مؤرخ يعني يعني ما أعرف صراحة هو المعلوماتي أنه يعني المؤرخ قليلة ولكن أنت شوف الكتاب وإن شاء الله نشتغل عليه ونحقق الموضوع وأنا عندي كتاب كتبه مؤرخ من النمسا المساوي اسمه ألويس مسيل وهذا ألويس مسيل كان معاصر يعني وأيضا كتب عن الموضوع بحكم أنه مستشرق ويتكلم اللغة العربية وأوثق هذه الحادثة باللغة باللغة النمساوية والألمانية فموجود أنا أرسلك إن شاء الله الكتاب لا يريد يريد ترسلها لي يا أستاذ علي لأننا أنا طبعا يعني مش معرض أننا أحقد على آل سعود وأقول عليهم حرمية إن لم يسبت هذا الكلام بالوسائق فأنا لا أصدقه لا تأخذ لا تأخذ كلامي أخذ كلام بن بشر النجدي لهو مؤرخهم وكتب آخر المعاصرين هم أكدوا هذا الخبر والسعودين يعترفون وانت روح سار الأتراف في المسحف عن الكوكب الدري ومن سرقه ولماذا رمى عدد السعود عدموا عدموا سعود في إسطنبول وهو أحضر لما مسكوا في الدرعية جاء في الكوكب الدري وعدموا ورجعت إلى أنا أعيدك يا أستاذ علي أننا نعمل بحث عن القصة دي لكن سؤالي الأخير لحضرتك ما هو توقعك لهذه القضية وما ألتها والله يعتمد عزيزي الموضوع هو بيد الأمريكيين والأتراك إذا أرادوا الأمريكيين أن يصاعدوا مع محمد بن سلمان سيصاعدوا هو محمد بن سلمان ربما فتح الباب على نفسه عندما أعطى ترامب حتى قبل أن يطلب كل هذا الأموان 450 مليار حسب كلام ترامب فشافوا أنه هذا شخص يمكن استغلاله فقالوا نضغط عليه هذا من دون ضغط دفع لنا 450 مليار دولار فكيف لو ضغطنا عليه ربما يدفع أكثر فربما ما يحصل لأنه هو ابتزاز محمد بن سلمان وسيبقونه لأنه صار مطية سهلة للأمريكيين ولغيرهم ليبتزوه ليسلم ثروات البلد لهم وأنا أحييي الرئيس أردوغان لأنه لو لا إصراره ولولا إدارته للموضوع ما سمعنا ولا عرفنا ولا تمسة هذه الجريمة وهذه الجريمة مقارنة بما فعله السعوديون ربما لا تشكل شيء ولكن هي وضحت لنا كلنا للذين لا يعلمون عن طبيعة هذا النظام لأنه هذا في جينات النظام السعودي أنا أتمنى تسبح في المستقبل لاستعراض ذلك وأنا وإن شاء الله نستضيفك بعد كده في التعليق على الدول أحمد المعارض السعودي ومدير معهد الخليجي في واشنطن بشكر حضرتك جدا وشرفتنا يا فاند شكرا شرفتني شكرا جزيلا